شهد الفريق أول محمد ذاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لاحتفاله بتخريج الدفعة السادسة من المهد الصحي لذكور دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبد الجواد ودفعة الخامسة من المهد الصحي للإناتة دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددين من كبار قادة القوات المسلحة وألقى الفريق أول محمد ذاكي كلمة نقل فيها تحييات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائدة الأعلى للقوات المسلحة للخارجين الجدد وأسرهم موضحا أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة دائما ما يضربون القدوة والمثل في التفاني والعطاء وإنكار الدات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته مشيرا إلى الدور الذي يلعبه التمريد في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى كما قام الفريق أول محمد ذاكي بتقليد أوائل الخارجين نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس السيسي تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخيرجون يمين الولاء ترجمة نانسي قنقر